السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله غدا نقدم لكم هاد الملويات بالفرص الحرش من بعد المسمن بالفرص الحرش اللي يمجد لكم الملوي نزولا عن طلب بعض المتتبعات اللي عنهم كي توفروا لها الدقيق و كي خافوا يستعملوا فانا يعني هكا يعني في دارنا و بغيت هكا نتقسم معكم ملوي نتقسم معكم مسمن ايضا اللي حلي رح تهيك ندورتها به نتمنى من كل قلبي هاد الملوينا اللي اعجب ديلكم ملوي بطريقة قليدية ان شاء الله ولكن اكيد 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 بطريقة سهلة و ما ساخدش منكم بالزب ديال الوقت فبسم الله وعلى بركة الله نبدو بالمقادير وطريقة التحضير فقد نحتاج كمية من الفرص الحرش او للخاشين ممكن تعودوه بالفرص الرطب يعني اعملوا الدقيق اللي عندكم وربع كمية ديال الدقيق عودتها بالفينو بحال درنا كيلو ديال الفرص الحرش او لا اي نوع من الفرص نديرو اربع كيلو ديال الفينو غير ربع الكمية وضعت سكار وضعت الملحة وضعت واحد الخمارة هو نفس العجيل اللي درت في المسمن غير عنا على داك شي كندرت كمية كبيرة كبيرة باش هكا نخرج في نفس الوقت الملوي في نفس الوقت المسمن بريس كان عجن بالماء بارد بنسبة الاخوات اللي قالوا لي ما كيتوفروش على الفينو اللي هو يستميد ناعم فممكن اخواتي تعودوه اما بكاست سميدا اما بكاست ديال دقيق الدرا اللي كيكون لون ديالو اسفر ماشي الميزينة لا دقيق الدرا او ممكن تستغنوا عليها راه دائما كنا كنديرو المسمن بلا فينو غير دابا من اللي هو اللم توفر وموجود ولينا كنستعملوه كان بقا كان عجل الخالط ديالي بالماء بارد اذا كنتوا يعني بغيين الملوي ديالكم او للمسمن ديالكم بسرعة عملوا المدافي كان عندكم الوقت عملوا الماء بارد عندكم الاختيار بالنسبة المدافي يكون غير دافي مشي عاودي يكون سخون بزاف كان بقا ندلك العجينة ديالي مزيان مزيان هنا عندكم الاختيار اما ترتحوها شي شوية وتزيد وتكملوا لها العجين او يعني تعجنوها مرة واحدة يعني وتخليوها ترتاح يعني على حسب الجهد ديالكم رتحتها شوية وعاد رتحتها كخمسة دقايق عاد رجحت تكملت لها العجينة دابا ذهنتها بالزيد وغادي نخليها ايضا ترتاح واحد المدة كل مرتحتنا العجينة مزيان المرحلة هادي دائما كنقول لكم ممكن تحطوا العجينة ديالكم في كوكوت او في بلاستيك غير دهنوها بالزيد باش هكا ترتاح لكم بسرعة انا خليتها في بلاستها وغطتها هكا بسولوفان غادي نبقا غي واحد شوية وغادي نرجع ان شاء الله نشكلها من بعد مرتحت لي العجينة كنت خرجت العجينة ديالي مستمنت بحديتها وهنايا الواحد الكويرة غادي نبقا غادي نخد العجينة ديالي وغادي نشكلها كويرات صغارين على قياس الحجم اللي بغيتو في الملوي كبير او صغير او توسط اللي بغيتو ما شاء الله العجينة دائما كنقول لكم اذا شوشو فيها الفقاعات او نففخات فعرفوا العجينة ديالكم مدلوكم مرتاحة مزيان مزيان من بعد ما كورت الكيمية كاملة دهنتم بالزيد حطيتهم هكا في واحد طبصيل او لسينية او لفين ما حطيتهم وتغطوا عليهم حتى يرتاحوا انا قلبت عليهم ويرسينية على ما ارتاحوا هنا خديت الزيت وخديت الزبدة بنسبة للزبدة مدوبة متشي حاجة هكاك ولكن كانت بحرارات المطبخ خديت الكويرا الاولى اللي ارتحت لي وهذه ينطلقها على سطح العمل وخمر راقوها شي بزف ويمتراقوها القياس على القياس اصافي يعني مش بالضرورة تكون رقيقة بزف بزف غير بهذا الشكل هدا كانت لقها شوية وكان بقى نجبدها وكيك تشوفوا العجين زوين ما كيلتاسق ومتشي حاجة كان بقى ناخد شوية من الزيت وشوية من الزبدة والزبدة بحلها كيكا ندورها بيدية وهناك الرش السميدة السميدة عندكم الاختيار بغيتوا ترش ادعملوا معها شوية الخمارة عملو مبغيتوش ماشي مشكل او لا تعملوا معيقاد الميزينة اللي بغيتو انا عملت في الملويغي سميدة ببحدها بعد دمدها انت بالزبدة والزيت رشيت سميدة طويت هاد اللي جاني بهذا بهذا الشكل يعني بحلها غادي نشكل الرغايف مربعين بهذا الشكل هذا اهنا تقلت لكم اللقطة باش هكا توضح لكم مزيان مزيان في الصورة كان قدها مزيان كان حاول نجبدها هكا ونقدها بيدية وكنستعن بالزيت والزبدة ونرش بشوية ديال السميدة من بعد يعني كان بداء نلوي بها الطريقة يعني بحلها كان طويل مسمين ماشي بحل الملوي يعني ما رولوشي صغير يعني ما ندوروش يعني اللويات حدا بعضهم هكا يعني بعادين باش هكا الضغية يطلقنا رسو الملوي ديالنا بهذا الشكل هذا من بعد ما كان لوي وكل شي كنجيبوا الجوانب وكنخشيوهم في الوسط بهذا الشكل هذا ودعبا غادي نجمعوا مجناب بهذا الشكل وغادي نوقفوا الملوية ديالنا كيناها الطريقة هادي وطريقة اخرى ان شاء الله عاو تاني غا نبقى سمع لكم سهلة باش يوقف لكم ملوي ديالكم بسرعة احنا طلقت ملوية اخرى دائما كان ستعن بالزبدة و الزيت ما تكتروش بزا في الزبدة و الزيت باش ما يجيكمش الملوي مزيت كان روش بسميدة كان طوي الجانب الاول كان طوي ليه الجانب الثاني كان ساوي مزيان كان قد بيديا وغادي نبدأ نطوي بالحق الطوية ما يكونوش مقاربين ودال حتوني الزبدة ممدوبة هاش كنبقى بحلها كاكن معاك هبيديا باش تطلقي راسها دابا غادي نبدأ نطوي الملوي ديالي بهات الشكل يعني الطوية اللي متباعدين بحلا كنطوي بحلا كنطوي بالرغايف بهات الشكل ودابا غادي نحشي الجوانب وهنا غادي تشوفوني كنقرز بحل كنقرز اولا كنشد الملوية من النص بحلا غادي نقطعها في النص ولكن لا غير باش كتوقف ليه بسرعة وكيجيوني بحلا جوج ملويات فوق بعضهم حالطريقة هادي زوينة 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 بسف بسف كيوقفنا الملوي بسهولة وكتجينا مرقة اكتر بحلا كتجينا ملوية لملوية غادي نزيد نعمل معكم واحدة اخرى بالسريع باش هكا توضح المبتدئة دينا نتمنى من كل قلبي تجربه متأكدة غادي نجح معكم ان شاء الله طريقة التوريق اللي سهلة 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 الملوي بسرعة غادي ان شاء الله تحضره من بعد ملويتها مرخوفة الجوانيد كنخشيهم في الوسط وكنحاول نستدرجهم شوية وعد نوقفهم وهنا بهات الشكل هذا يعني بحلا كنقرز عليها من الوسط كنديري دية وكنضغط عليها من الفوق هنا يادا يعني من بعد ما تحت لي اللولا ضغط عليها شوية شوية على القيص اللي بغيتو بغيتو هرقيق رقو بغيتو هغليد خليوا هغليد يعني عندكم الاختيار يعني قبل ما تحطوه في المقلة ثم عندكم الاختيار ترقوه قد ما بغيتو انا كندها المقلة ديالي يعني بشوية الزيت وكنعمل بالنسبة لهذا المقلة هذي خفيفة كتشرب الزيت بسرعة بسرعة يعني وخد ديروه كيبقى ناشف العكس ديال المقلة ديالي انا كنعمل غرشي شوية الزيت وصافي كان طيب المسمن ديالي وخبلها من بقى ندير الزيت كان طيب هذي اللق داروري في كل مرخصك ترشي الملوي ديالي كل مسمن حيث خفيفة كتشرب الزيت بسرعة الملوي ديالي وهو كيطب ضروري 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 كنقول لكم دائما ضروري منقلب وشاقلب بعد ما طيبت الكيمية ديال الملوي صراحة مكنتش واحد الكيمية كثيرة في ساع وجدتهم كان هذا هو الملوي ديالي ان شاء الله هذي نقربكم منه هذي تشوفو كي كي يجي مورك كي يجي زوين قبل ما نقدموه ضروري كنعملوه بحلا يعني باش كنفتحو بهذا الشكل هذا باش كي يجي زوين وكي بان مورق او لم يتكونوا طيبوه كيف تحيدوه من المقلة هكا تعملوه هذي اللعبة هذي باش كيتفر نحن عندي مطيب نص طيب يعني ممكن ان تحمروه اكتر ومنسبيا هذا الى للخلص المحيلين ديالك افكام هذي اللعبة الجي كائن رميتي لن identical تنريك التفكوي بالعبة يجي Fernandez مثلي يجي لا يجازيكم بخير دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله أستودعكم الله